اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين ونلتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي قبل ايام قليلة خلال اسبوع الماضي كلنا في العراق ومن يتابع القضية العراقية شهدنا التظاهرات التي قاموا بها اصحاب المهن الصحية هؤلاء المجموعة من الخريجين هلاق من الخريجين من المهن الصحية قاموا بتظاهرات المطالبة بحقهم في التوظيف وفي العمل شباب وشابات من خريجي الجامعات العراقية واذا في اخر تظاهرة لهم اكثر من مرة تظاهروا لكن اخر تظاهرة واكثر من مرة اعتداء عليهم لكن اخر تظاهرة كان الاعتداء واضح جدا كانت قوات الامن مستعدة القوات الميليشياوية القوات الامنية الحكومية مستعدة للاعتداء عليهم بشكل واضح جدا وتعرضوا للضرب والإيحانة والسب والشتم وبنات مزقة ملابسها ودماء وكسور ووصلوا الى حالات من الاغماء وقسم من عندهم وصلوا الى حالات قريبة من الموت واذا باهل العراق يعني كلهم يتناقلون هذا الخبر يتناقلون الفيديوهات التي ظهرت واذا بالحكومة بعد كل هذا تصدر قرارا يعني موقع من الرئيس الوزراء الحالي محمد الشاع السوداني بتعيين هؤلاء كلهم بتعيين ستة وخمسين نعم ستة وخمسين الف أو سبعة وخمسين الف خريج من المهن الصحية سبعة وخمسين الف طيب ما هذا أنت تسأل ما هذه العشوائية هل أن الناس لا تحصل على حقوقها الطبيعية إلا إذا ما تظاهرت إلا إذا ما سالت الدماء وضربوا وهينوا وسبوا وشتموا واندست بكرامتهم بالأحذية عند ذلك يحصلون على حقوقهم هل هذا هو التظاهرات في الشوارع وسالة الدماء والناس وصلت إلى الموت وهينت كرامات ومزجقة ملابس لبنات عراقيات بناتنا وإذا بالتالي يظهر تعيينهم طيب لماذا إذا كان لديكم قرارا بتعيينهم لماذا لم تحينوهم من الأساس لماذا عانتموهم ودفعتهم للخروج بالتظاهرات هذه ولماذا حضرتم لهم القوات التي تضربهم بهذا الشكل غريبة قضية يعني لم تحصل في العالم ولا يمكن أن تحصل في العالم لكن عندنا بالعراق كلش طبيعية ما هذه العشوائية عندما نقول نعيش في فوضى وأنه ماكو قرار والدولة لا تمتلك إرادتها ولا تمتلك قرارها وماكو دولة يقولوا لا أنتو غلطانين هذا الكلام مصحيح طيب ما هذه الأفعال وهذه الحوادث تثبت هذا الموضوع لو كان هناك تفكير منطقي وتفكير عقلاني إذا كانت الدولة على حق أولا لا تضركم هؤلاء لا يمكن العدوان عليهم أبدا لم يتظاهر لا أحد يعتدي عليهم ولا أحد يسمحهم أي كلمة نابية وأي كلمة شتمة أو أي كلمة خادشة لحياهم أبدا ولا يستهدفون قرامتهم أبدا من البداية يبقى القرار هو هو لا تعييد لأننا اتخذنا قرار وخلص وإحنا دولة ودرسنا الموضوع لا يمكن أن نعينكم جاهد الموضوع ويبحثون عن الكليات عن المعاهد كيف تخرج هذه الأعداد يوضعون خطة طبيعية للناس لكن أنه بهذا الشكل لا نعينكم ويخرجون تظاهرات وتضربوهم وتينون كرامتهم وتسيل الدماء وناس توصل إلى الموت وبعد ذلك يصدر قرار بتعيير 57 ألف واحد ماذا؟ ما الذي يحصل؟ هل هذا هل هذه سلطة تدل على أنها قادرة أن تصنع دولة؟ تصنع الزهاراً وتبني بلداً مثل العراق؟ لا يمكن لا يمكن بعد 21 سنة نحن في نفس العشوائي نفس الفوضى نفس التفكير القاصر العقول الكسيحة التي تدير هذه المنظومة اللي يسموها سلطة بالعراق مع الأسف الشديد طيب أنت عندكم الآن تصرفون 82 مليار دولار سنوياً على المرتبات فقط موظفين ومتقاعدين ما عرف منهم وظفتوا الناس حتى حتى تكسبون تأييد هؤلاء الناس والسيطرون عليهم ولا يستطيع أحد منهم أن يظاهر ضدكم طيب ما فكرتوا بالمستقبل الآن هذول عينتوهم طيب السنة القادمة بعد شهرهم بعد شهر بعد عشر تيام الآن يبدأ التظاهرات فروع أخرى واختصاصات أخرى يتظاهرون ماذا ستفعلون آلاف أخرى نزل للشارع ماذا ستفعلون معهم هل ستعينونهم أيضاً وإن لم تعينونهم سيسألونكم طيب لماذا عينتهم هؤلاء ولم تعينونهم لماذا أعطيتهم مظائف ورواتب وإن لماذا أعطيتهم ومظائف ورواتب ما الفرق بيننا أنتو الآن ارتكبتوا يعني أخطاء جسيمة لا يرتكبها أمي لا يرتكبها واحد عبثي مجنون طيب أنتو حتى بالتعينات خليتوها محاصصات هذا الحزب وهذا الفريق وهذه الجماعات والكل يعين ويستطيع أن يعين لكي يكسب جمهور لكي يسيطر على جمهور معين لكي لا يعترضوا عليه وتؤمنون كراسيكم الآن سنويا ندخل إلى سوق العمل 800 ألف عراقي وأكثر جزء مليون عراقي يدخلون إلى سوق العمل الآن طيب ماذا ستفعلون معهم لا صناعة ولا زراعة ولا قادرين أن تبنون لا زراعة وصناعة هذه مو معصص الحرية يعني مو دو العصص الحرية أن نقدر نبني صناعة صناعة بناء تراكمي أنتو دمرتوا صناعة بناها البلد من سنة 1921 لغاية 1983 82 سنة يبني فيها دمرتوها وشلتوها وقسم نهبتوا قسم حرقتوا قسم بعتوا سكراب وقسم صدرتوا للإيران وغيرها وزراعة انتهت الآن غالبية الأراضي تصحرت فيعادة كل هذه يحتاج إلى بناء تحتية البناء تحتية تحتاج إلى أموال كبيرة تحتاج إلى زمن كبير حتى تكون جاهزة لاستقبال أعداد طيب هذا الزمن خلاله أعداد كبيرة من الناس ستدخل سوق العمل تريد عملا ماذا ستفعلون قضية كبيرة جدا جدا أنتو لا تستطيعون أن تحكموا بلد البلد لما يحكم بهذه الطريقة بها المظلومية والقصص هذه الوهمية اللي اخترعتوها وأقلية وأغلبية وما أعرف منه وضيعت نص البلد والكفاءات ما تهججتوها وقتلتو الناس وصحلتوهم وهذا سني وذاك شيعي وهذا كردي وهذا عربي ومزقتو المجتمع وأعياد بكيفكم ومتين وكذا عطلة بالسنة لا شغل ولا عمل والبلد يتحول إلى بلد مستورد ولا ينتج ومتين وفيما يأكل ويصرف وخلص طيب ما الآن البطالة في أعلى مراحله الفقر في أعلى مراحله ماذا ستفعلون الكارثة كبيرة هل هذه السياسة التي تبشرون بها السياسة التي تنهض بالبلد وتأتي بالازدهار وهذا النموذج لأمريكا تقول عنه هذا النموذج الذي سيكون مثارا لإعجاب كل دول المنطقة والعالم هو هذا النموذج مع الأسف الشديد أسوأ نموذج أمريكا رادت أن تقول أن هذا النموذج الذي على كل الدول أن تراه وتتخذ منه عبرة وتخاف لأن الجيوش الأمريكية تجزح تلها هذا اللي رادت وتعاونتم مع الشيطان لأجل سقاط العراق ليس سقاط نظام ما لا علاقة أنت تعارض نظام شكل وأنت تقف ضد بلدك شكل آخر تقف مع المستعمر لكي يحتل بلدك وتسميه محرر وتقول لي أنا معارض وطني قضيتين ما يستون وبالتالي هذه النتيجة بعد 21 سنة أنتم بهذا الشكل مع الأسف الشديد نقول مع الأسف الشديد لأنه من يدفع الثمن هو العراقي هذا الإنسان الرائع ومن يدفع الثمن هو هذا العراق هذا البلد الرائع وقت هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين أستوجعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة